بخصوص زيارة الوزراء وتحديداً وزير الصحة طبعاً مشكورين على الزيارة وأعتقد فيها شيء إيجابي يعني تخصيص مستشفيات اثنين وأجهزة ويعني على أساس أنه أيضاً تدعم المحافظة بأموال لمحاربة وباء كورونا ولكن المزعج في هذا الأمر يفترض أنه مستشفيين أحدهم في الأيمن والآخر في الأيسر المزعج بأنه المعلومات أنه واحد منهم يوجد محاولات بأنه يذهب إلى فائدة وفائدة هي من الموصل من نينو وسترجع إلى نينو ولكن هي حالياً مبيد أهالي نينو وهي عبيد الإقليم وبيد البيش مرقي حتى المواطن الموصل اللي ما يقدر يصل هناك فالأحرى أنه يكون في الجانب الأيمن يغطي منطقة الأيمن إلى الحدود السورية الغربية وهذا يكون الثاني في الأيسر في أطراف الموصل يغطي المنطقة الشرقية ويغطي جنوب الموصل لأن الموصل في حاجة ماسة على المعنين أولاً إذا كان الأمر بيد المحافظ أو الأخ مدير الصحة أن يكون واجبهم لا يرضخون لأي ضغوطات سواء كانوا سياسيين أو تنفيذين ولا نقبل بصراحة يعني ما نقبل أن هذا الأمر يكون لأن أهالي نينو وهم في أمس الحاجة إلى هذا الموضوع أن تذهب إلى فائدة أنا أعتقد أنه غير صحيحة فائدة يعني هسا هي مو بسيطرتنا ولكن إن شاء الله هي وغيرها والشيخة إن شاء الله سترجع إن شاء الله إلى محافظة نينو شكراً الجزيل لقناة الموصلية لرصدها بصراحة المخالفات الموجودة تكاد تكون هي العين الحقيقية التي تظهر معاناة المواطن الموصلي ما يعنيها المواطن الموصلي وهذا ليس مجاملة ولكن واقع حال الموصلية رغم كل الضغوطات عليها منذ تأسست إلى اليوم هي واقفة مع المواطن الموصلي ومع أهل الموصل بالطبع الواقع مو صحيح وأنا أيضاً زرت عدة مرات المستشفى بنسينة سواء كان عندنا مرضى أو زيارات صحيح الواقع غير صحيح وأنا أعتقد أنه الإدارة في المستشفى غير قادرة على يعني أظهار شيء جديد أو يعني التقدم إلى الأمام يعني نحن نفرح بصراحة بزيارة الوزراء على أن يكون شيء ملموس يعني نريد أفعال ولا نريد أقوال أعتقد وزارة الصحة أو وزير الصحة من جهة لديه شيء طبعاً عندنا وزراء ووزراءنا الناس يعني جاعد يجون مع الوزراء الآخرين الأخ وزير التجارة ممقصر الأخ وزير الصناعة ممقصر نشوفهم كل ما يجون وزراء كل ما يجون يجي رئيس وزراء مسؤولين تلقاهم موجودين وكذلك هاي ابنية أيضاً وزيرة من الموصل يعني ممقصرين بل يقدرون عليه ولكن أيضاً أكو مسألة يجب على حكومة أن تنظر لنينوى كلها نينوى يعني مو تنظر الأجزاء يعني دائماً ما تكون زياراتهم مركزة على مكان معين على قضاء معين حتى يرضي مثلاً جيهة غربية أو حتى يرضي جيهة شرقية نينوى كلهم واحد فبدنا يروحون على المناطق الأكثر فقراً الأكثر عوزاً يعني ما شفنا مثلاً يوم من الأيام جاينا وزيرة ورئيس الزراء وقارد أروح على البعاج على تلعبطة على الحضر هاي المناطق اللي تعبانة جداً لحتى ما يشرب ما عندهم بينما نجد بعض المسؤولين ثلاث كيلوات وأربع كيلوات لبيته الخاص يسحبون له شارع وهذا شيء أنا أعتقد مو صحيح على الحكومة المحلية أيضاً أن تراعي شعبها بالصورة الصحية ترجمة نانسي قنقر